طبعاً اليوم ببركة الله بأول يوم أنه يبدأ المنتخب الوطن العراقي المعسكر التدريبي إلى فئة البصرة وتهيئ على مباراة الطاجقستان يوم 24 و 29 يوم مع المنتخب النيبالي المنتخب بحالة جيدة جداً الأمور طيبة متوفرة على مزارة الشباب والاتحاد العراقي مهيئين كل مستلزمات لنجاح هذا المعسكر الفندق التنقل الملاعب مثل ما تشوفه الحمد لله جاهزة اللاعبين كلهم بصحة جيدة ما عدا عندنا لاعب عند إصابه اللي هو إبراهيم بايش إن شاء الله يعني يتعافى خلال الأيام وأعتقد أنه يكون بعيد على مبارتين طاجقستان والنيبال في هذه الفترة هو صحيح هما أرسلوا كتاب بالبداية أنه يعني خلية الأزمة اللي عدهم منعت السفر القيود يغلقوا البلد يعني ولهذا أنه أرسلوا بإيميل كان مستعجل جداً وبعد هذا الإيميل أنه قالوا نعتذر أنه نأتي إلى العراق بس بعد نص ساعة أنه اتصلوا قالوا أنه هذا الإيميل كان مستعجل وإحنا عاسفين فردوا على الإيميل أنه يقدرون يجون وعدهم طائرة خاصة أيضاً فإن شاء الله يوم ستة وعشرين وأنا كنت أتكلم مع المدرب المنتخب النيبال والحمد لله أنه يوم ستة وعشرين يكونون متواجدين في البصرة أكيد يعني البلد اللي لعب في بلده يعني أدفانتج يكون إلا بس الحمد لله إحنا نقول إحنا الملاعبين إحنا عدنا مبارات خلصت مباراتنا مع البحرين مباراتين أنا أشوفها جيدة بالنسبة لنا أيضاً يعني إحنا عدنا مبارتين أوي يعني كنا نلعب في هونغ كونغ ونلعب في إيران فهذا إحنا ما يعني ما رح نلعب ما رح نسافر وهذا تعرف السفر وهذه القيود كانت متعبة جداً فهذا أيضاً إلى صالحنا أجه فالحمد لله إذا شوف أنه أنه التجمع يكون يعني جيد بالنسبة للمتخب العراق أكيد يعني هي هاي الدعوة اللي دعاها السيد المدرب ستة وعشرين لاعب لهذه البطولة لهذه لهذا المعسكر فعدنا حساً موجودين معانا ستة وعشرين لاعب هو قناعة المدرب هي هاي يعني ما عدنا غيرهم هم هذول اللاعبين هم المتواجهين هم اختيار المدرب للمعسكر وللمباريات الثلاثة في التصفير أنا شوف أنه المبارات الثلاثة كلها يعني مهمة وأنه ما يعني تهاون بأي مبارات احنا مبارات كومبوديا الأولى مهمة جداً وهذا الحديث كان أيضاً يعني بدأ المدرب من اليوم أنه مبارات هونج كونج ومبارات كومبوديا هم يعني اللي يخلوك تتهل إلى المرحلة أثاناً فأعتقد أنه احنا واثقين من لاعبين ومنتخبنا أنه يؤدون واجبهم ويعرفون أنه المسؤولية اللي شايلها أنه تكون أعتقد أنه اللاعبين كلهم صميمين أنه يؤدون واجبهم في هذه الثلاثة مباريات ويتهيئون إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات